بطلت حلقتنا النهاردة هي الفنانة سعاد أحمد بدايتها مأساوية وكانت نهايتها مفاجأة وكانت السبب في اكتئاب جزهة وكمان غارت منها فنانة شهيرة جدا هنعرف تفاصيل كتير جدا عن حياة الفنانة سعاد أحمد إنها خدت الأضواء من بعض الفنانين وهنعرف تفاصيل كتير جدا عن حياتها الفنية وكمان الشخصية وهنعرف أول مرة الفنانة سعاد أحمد بس على طبيعتها الفنانة سعاد أحمد قبل ما نتكلم عنها ونقول كل التفاصيل اللي معانا في الفيديو نرجو من حضراتكم ما تنسوش تدعموني بلايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة وانفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة الفنانة أم حميدو زي ما كانت في فيلم ابن حميدو إحنا عرفناها وشوفنا الدور الكوميدي الجميل اللي قدته مع أبطال الفيلم ومع إسماعيل ياسين واشتهرت بدور الحمى وكمان نفست وأخدت الأضواء من ماري مونيب بسبب إتقانها لدور الحمى في بعض من أفلامها بل كلها كمان مش بعضها في أفلام السلمة المصرية اللي قدمتها خلال مشوارها الفني وهنعرف النهاردة لزوجها دخل في اكتئاب وحزن وهنعرف محطات كثير جدا في حياتها شاركة الفنانة رحلة سعاد أحمد في أعمال مهمة جدا في زمن الفن الجميل وقدرت إنها تخطف الأنظار وكمان تنول حب الجمهور ولكنها كلها أدوار سنوية لكن الجمهور حبها الفنانة هي من موليد 29 مارس عام 1907 تحديدا بمنطقة الضرب الأحمر بالقاهرة من أسرة متوسطة الحال وكان والدها بيشتغل في مهنة التجارة وتوفى وهي عندها 13 سنة بسبب رحيل والدها اضطرت سعاد للخروج للشغل عشان تصرف على أسرتها واشتغلت وباعت في محلات منفطورة وعشان تساعد والدتها وكمان اشتغلت خياطة واشتغلت كمان في البيوت علشان تلاقي لقمة العيش وعاشت الفنانة من وهي صغيرة كانت دايما بتتمنى إنها تلاقي نفسها وتشوف نفسها على المسرح وتشوف الفنانين اللي بتتفرج عليهم وانطلقت خلال مسرتها الفنية من شارع عماد الدين لما اشتغلت لفترة مونولوجست وبعد كده شافها المخرج طوغو مزراحي اللي شافها الأول مرة واعجب بيها جدا وابدا مهل خفيف وكمان عرض عليها الشغل معاه في السلمة وترددت سعاد في البداية بالطريقة دي ووفق التابعة على العرض اللي معروض عليها وكان ده بمثابة تأشيرة دخولها عالم الفن والتمثيل وكان ظهورها الأول مرة على الشاشة من خلال فيلم العز بهدلة وده كان سنة 1937 مع الفنان شلوم اللي تتحول من مونولوجست في شارع محمد علي إلى ممثلة بارعة في السلمة المصرية وفي عام 1940 قدمها المخرج طوغو مزراحي من جديد وشاركت في فيلم ألف ليلة وليلة للفنان علي القصار وامتدت مسيرتها الفنية حتى 28 عام وطبعا كلنا اتفرجنا على أعمال الفنانة في كل أعمالها كانت مبدعة وأثرت في الجمهور كله ويزاد أعمالها عن 51 فيلم جزدت في معظمهم دور الحمى خفيفة الظل وأحيانا الحمى النكادية وإنها نفست الفنانة ماري مونيب في دور الحمى وده اللي خلى في غيرة وكمان سرقت الأضواء منها وبرغم اللي تعملها السلمائية وأدوارها السنوية إلا إنها تركت بصمة واضحة في عالم الفن وقدمت العديد من الأفلام اللي ليها بصمة في تاريخ السلمة المصرية منها الأنسة ماما وبين الأصرين والعزة بهدالة وشهر زاد وعنطر ولبلب وكمان عدد كبير جدا من الأفلام وكانت أغلب الأفلام دي مع الفنان إسماعيل ياسين وكانت بتربطها صداقة قوية جدا بالفنان إسماعيل ياسين وكانت بتحب معظم الفنانين وهم كمان كانوا بيحبوها أما لو تكلمنا عن رحيل الفنانة والسبب وفاتها وسبب كمان اكتئاب زوجها وحزنه عليها فرحلت الفنانة سعاد أحمد عن عالمنا في 2 أغسطس عام 1962 وتسببت الفنانة في حزن كبير جدا لزوجها الفنان محمد شوقي اللي عاش في عزلة تمة وحزن بعد رحلها وقدر زملاء اللي خرجوه من العزلة الصعبة والمحنة الشديدة اللي كان فيها بعد وفات زوجته وصرح زوجها محمد شوقي وقال في أحد البرامج الإزاعية اللي كان مصطدفينهم في أحد البرامج وقال إن سعاد كانت ولا زالت حتى مني جمعنا الفن والحياة والعشرة وكان من الصعب علينا إنها تفرقني ولكن إرادة ربنا لا اعتراض عليها أبدا وقال إن ربنا يصبرني على فقدانها وإني عاشت معيها أحلى سنين عمري وقال كمان مواقف كانت مواقف جميلة جدا في حياتهم ما بينه ما بين الفنانة سعاد أحمد وقال إن جه في فترة كان المخرجين ما كانوش بيشغلوه خالص وكانت الفنانة سعاد أحمد دايما بتهون عليه وتقوله أصبر وأكيد ربنا هيبعت لك رزقك وما تشيلش هم البيت والمصاريف لإن أنت متجاوز ست مصرية جدعة تعرف إزاي تشيل جزهة في المحنة دي وكمان كانت بتعوضوا عن كل اللي شافوا في فترات الصعبة في حياته وكمان مش زوجها بس اللي تكلم عنها وعن شجعتها وكمان إنها إنسانة جميلة جدا عكس ما كنا بنشوفها على شاشة السلمة زميلها داخل الوسط الفني وكمان حكوا بعض المواقف عنها إنها وقفت في جنب عدد كبير جدا من النجوم وكانت صديقة لكل الوسط الفني وكانت طبعا بتحب كل زميلها وبكده يكون خلص الفيديو اللي معانا النهاردة عن الفنانة الراحلة سعاد أحمد وينرجو من حضراتكم لو عجبكم الفيديو يريد تدعموني بلايك وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصلوكم كل الفيديوهات الحصري أول بأول وما تنسوش كمان تكتبوا لي في الكومنتات تحت الفيديو وتقولولي مين الفنان أو الفنانة اللي تحبوا نتكلم عن مسيرته الفنية وكمان حياته الشخصية معانا في الفيديو القادم وبشكر حضراتكم جزيل الشكر على دعمكم المستمر لينا في القناة جزاكم الله عننا كل خير وكمان زي موعدت حضراتكم كل طلباتكم اللي طلبتوها عن الفنانين اللي عايزين تعرفوا عن قصة حياتهم الفنية ومسيرتهم بالكامل هنعمل حلقات وهنعرضها عن كل طلباتكم وبشكر حضراتكم جزيل الشكر على دعمكم لينا للمرة التانية